لازم نتأكدوا أن الأمن وكذلك الصحة منتاع كل مشجع تكون هي الأولوية لذلك ما فم حتى عذر سفر أعذار بالنسبة للظروف التي تنجم يصير فيها إصابات كما يحصلوا وكوارث أو الناس حتى يتوفيوا لازم بكل صراحة ناخذ خطوات وقرارات عاجلة وسريعة الآن أنا دعيت بشيكون فما اجتماع مع اللجنة المنظمة للبطولة وكذلك أعضاء الأتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماع استثنائي كذلك مع نائب الرئيس اللي بيش نشاور معه اللي نحب نشكره اللي تواجدوا اللي هنا معايا ونقطة البداية واضحة وصريحة بالنسبة للمواضيع متاعنا الكاف يحتاج إلى تقرير واضح وصريح موجود فيه بالتفاصيل شنو اللي صار والظروف اللي خليت الناس تصاب وناس تتوفى اللي صار البارح بالنسبة لعدد الأشخاص اللي سمح لهم بالدخول للملعب في طريقة ربما ماهيش منظمة ماهيش منسقة هذا ما عاش بش يحصل حتى مرة أخرى ومن المفروض أنه مايكونش يصير بالمرة أنا مشيت وريد البلاسة اللي فقدوا فيها الناس حياتهم مشيت اليوم الصباح وكي مريد هي بوابة أنا منهبش نستبق المعلومات على خاطر فهمش كونس إني سؤالي هذا الصباح وانا ما عنديش معلومات ولكن المفروض أن البوابة هذي أنها تكون مسكرة وهي كانت محلولة أو العكس العكس إذن هي المفروضة أنها تكون محلولة على خاطر لو كان جاءت البوابة مفتوحة كانت جميعات تتعدى بكل سهولة لكن البوابة كانت مسكرة لأسباب ما عندها حتى تفسير كانت مسكرة البوابة إذا ما كانت البوابة مفتوحة كما كان المفروض ما كناش نحكيه على الموضوع هذا بالكل والمشكلة هذه ما كناش نوجهها بالكل وفيات في بطولة إفريقية لذلك أحنا بش نجتمعه باللجنة المنظمة ومش نعرفه شكون سكر البوابة هذي شكون مسؤول على البوابة هذي أنا مشيت الملعب أوليمبي بشراء تماما وين صارت الفاجعة هذه وجايوني برشة معلومات وعطوني برشة تفاصيل برشة نقاشات صارت كذلك حتى لليوم الصباح بكريزادة وأول سؤال بش نطرحوا لللجنة المنظمة هو المباراة القادمة اللي المفروض تتلعب في ملعب أوليمبي ما يشبس تتلعب غادي وكذلك حدث مع المسؤولين الأوائل في الحكومة وبالتأكيد هما شركاء متاعنا هذا مباب الاحترام بش نقول لهم أنه لازم يكون فما لجنة تكون موجودة حاليا بش يتحقق في اللي صار وفي هذا النطاق بش نجم ونفهم بالكده شكون اللي كان مسؤول وشكون اللي ما خدمش خدمته ما عملش اللي لازم يعمله بش صارت الفاجعة هذه التقرير هذا لازم يكون عنا نهار الجمعة أما المباراة اللي المفروض أنت تتلعب في ملعب أوليمبي نهار لاحظ موش بش تتلعب غادي كما قلت لكم هذا من باب الاحترام اللي زمالي متاعنا في الحكومة الشركاء متاعنا بش تكون المباراة في أمدو أهيجو المباراة بش تتلعب في ملعب أمدو أهيجو اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر